خمس سنوات مرت على اختبائه دون معرفة اي معلومات عنه وقبل اشهر ظهر في فيديو دعائي نشره التنظيم الارهابي عبر قنواته مفترشا الارض بلحية طويلة بيضاء ومحنات على الاطراف واضعا منديلا اسود على رأسه ذلك هو زعيم التنظيم الارهابي ابو بكر البغدادي الذي اعلن مقتله في غارة شنها الجيش الامريكي في ادلب شمالي سوريا لم تكن حياة البغدادي اقل اثارة من طريقة موته فالرجل كان الاغلى على رأس قائمة المطلوبين للولايات المتحدة الامريكية والتي اعلنت قبل سنوات عن مكافأة قدرها 25 مليون دولار مقابل الحصول على معلومات تؤدي للوصول اليه فمن هو خليفة الارهاب؟ ابراهيم عواد ابراهيم السامراء البدري ولد عام 1971 في مدينة سامراء حصل على البكالوريوس في الدراسات الاسلامية من جامعة بغداد عام 1996 ثم شهادتي الماجستير والدكتورة قضى البغدادي سنوات دراسته العليا في حي الطوبش في بغداد مع زوجتين وستة من الابناء حتى عام 2004 عام 2003 ساعد البغداد في تأسيس جماعة جيش اهل السنة والجماعة المسلحة في شباط 2004 اعتقلته القوات الامريكية بمدينة الفلوجة وسجن في معتقل بوكا في عام 2010 تزعم البغدادي التنظيم الارهابي عام 2011 ارسل مساعده ابو محمد الجولاني الى سوريا وشكل جبهة النصرة في اعوام 2012 و2013 وسعى عملياته في شمال وشرق سوريا في الرابع من تموز 2014 ظهر لاول مرة بشكل علني خطيبا يوم الجمعة على منبر المسجد الكبير في مدينة الموصل في نيسان الماضي ظهر البغدادي في شريط فيديو هو الاول منذ نشر لقطات له في عام 2014 لا يبدو مقتل البغدادي حدثا عاديا وربما هذا ما اشار له الرئيس الامريكي دونالد ترامبا بقوله شيء كبير للغاية حدث للتو لذلك انتهت دولة الخرافة مرتين مرة باندحارها على ارض العراق على ايدي الاشاوس في القوات الامنية العراقية واخرى بموت خليفتها المزعوم